عشرات المصابين بفيروس كورونا هذا ما أشارت إليه آخر إحصائية لوزارة الصحة الاتحادية التي اتخذت عددا من الإجراءات الوقائية اللازمة لمنع انتشار الفيروس منها إغلاق المدارس والجامعات وبعض المنافذ الحدودية فضلا عن نشر الفرق الصحية وتوجيهات الوقاية من الفيروس إضافة إلى تقليص أوقات الدوام في الدوائر والمؤسسات الحكومية كما خصصت على الحكومة الاتحادية خمسة ملايين دولار لشراء الأجهزة الخاصة بمكافحة الفيروس وكان لساحات التظاهر في بغداد والمحافظات المنتفضة حصتها من الإجراءات الصحية لوقاية المتظاهرين من الفيروس أخذنا كل التدابير اللازمة والوقاية والحمد لله والشكر لم تشهد ساحة تحرير أي إصابة بأمراض الكورونا في إقليم كردستان وعلى خلفية عودة عائلات من إيران نشرت السلطات فرقا صحية قرب الحدود بعد أن أغلقت بعض المنافذ الحدودية باستثناء المجهل الجوي إلا أن ذلك لم يمنع من إصابة بعض الأشخاص بالفيروس وخاصة في السليمانية فقد أعلنت السلطات الصحية عن وجود أربعين شخصا يشتبه بإصابتهم فضلا عن قرابة ألفين آخرين تم وضعهم في الحجر الصحي كما صدرت عدة قرارات ملزمة من سلطات الإقليم مشابهة لتلك التي أعلنت عنها بغداد تم إجراء الكشف عن تسعة وثلاثين حالة في مستشفى خاص ونتيجة الفحوصات أثبتت عدم حملهم للفيروس وتدور الشكوك في عموم العراق حول أي وفاة تحدث إن كانت مصابة بفيروس كورونا فحالة الهلع والخوف من الإصابة بالفيروس باتت أكبر من المرض نفسه خطر انتشار فيروس كورونا بات مصدر قلق للعراقيين خاصة بعد تزايد أعداد المصابين والمشتبه بحملهم للفيروس في ظل واقع صحي متدهور يوسف المدلاوي الحرة أربيل